اهلا بكم ملفات عدة تفرض نفسها على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سيتم من خلالها رسم ملامح التنمية والاستقرار ومتطلبات مواصلة جهود بناء الجمهورية الجديدة فيما تأتي الملفات الاقتصادية على رأس الاولويات سيكون على الحكومة الجديدة تبني سياسات اقتصادية تساعد في تجنب التأثيرات الاقتصادية للازمات الاقليمية منها العدوان على غزة والدولية خاصة اوكرانيا والتي اضرت بشدة بسلاسل التوريد وتسببت في ارتفاعات غير مسبوقة في الاسعار لعل تلك الازمات تضع التركيز على بدل كل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم وضبط الاسواق في صدارة ملفات عمل الحكومة جنبا الى جنب مع مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي وذلك في اطار تطوير شامل للاداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات كما يأتي على رأس اولويات الحكومة الجديدة لاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الاكثر تأثرا بالازمات الاقتصادية واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية على الصعيد المالي فهناك ملف مهم يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن الذي بدأته الحكومة السابقة وبشأن القطاع الخاص يأتي ملف استهداف مضاعفة نمو هذا القطاع على رأس اولويات الحكومة الجديدة الى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدلات التصدير احدى الاولويات ايضا مواصلة الحكومة الجديدة دفعتها القوية للصناعة من خلال التسهيلات والتشريعات القانونية مثل الرخص الذهبية وغيرها من الاجراءات التي تسهل وتوسر حركة الاستثمار تأتي فرص العمل المنبثقة من تعزيز الحكومة لدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر كأحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة لاستمرار فيها من خلال طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريالة الاعمال والمشروعات الشبابية مع تقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الاعتمانية لهذه المشروعات مشاهدين كان هذا استعراضا لأهم وأبرز الملفات الاقتصادية التي تأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة